الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المجر كتالي نوفاك جلسة مباحثات حول سبول تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وخلال اللقاء استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية منذ بداية الأزمة وحتى التواصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة مشددا على أهمية التواصل إلى وقف دائم لإطلاق النار هذا واتفق الجانبان على ضرورة العمل على التهدئة في قطاع غزة وإدانة استهداف جميع المدنيين مع رفض التهجير القصري والتجديد على أهمية عدم توسع الصراع إقليميا أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أطلقت سراحة 33 أسيرا فلسطينيا بمجاب اتفاق الهدنة مع حركة حماس يأتي هذا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن أن أحد عشر محتجزا أطلق سراحهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل بشيرا إلى أن المحتجزين سيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل انضمامهم إلى أسرهم أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل وفقت على إدراج خمسين أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرة المقرر إطلاق سراحهم وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الخطوة مشروطة بالإفراج عن المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزير أنتني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والإمارات هذا الأسبوع بالضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية وأوضحت رويترز أن المسؤول الأمريكي قال أن بلينكن سيشدد خلال الزيارة على الحاجة إلى مواصلة التدفق لمزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين وتعزيز الحماية للمدنيين في غزة كما سيناقش مبادئ واشنطن المتعلقة بالحاجة إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة وعدت وزيرة الخارج البوليفية الجديدة سيليندا سوسا بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية وخلال أدائها اليمين الدستورية بحضور رئيس البوليفي لويس أرسي قالت سيليندا سوسا أنها ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة والمستقلة وذات السيادة أعلنت بلغاريا أنها سمحت لوزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف بالتحليق في المجال الجوي البلغاري للسفر إلى مقدونيا الشمالية من أجل حضور اجتماع وزري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأوضحت وزارة الخارجية البلغارية أن التفويد الدبلوماسي للتحليق في الأجواء هو ذو طميعة مؤقتة ويندرج في إطار الاستثناءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليه شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية تحت شعار الطم انتخب وسط حضور حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وأكدت التنسيقية أنها تقف على مسافة واحدة من الأربع مرشحين للرئاسة مضيفة أن توجهها بشكل عام نظرا لاختلاف الايديولوجيات السياسية المشاركة بها هو الحفظ على المشاركة وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية استكمل حزب الشعب الجمهوري عمله في حملة ترق الأبواب دعما للمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية وكذلك تسليط الضوء والتعريف بمرشح الحزب بمختلف ربوع الوطن حيث يشارك في هذه الحملة شباب الحزب من كافة الأمانات النوعية للحزب بالمحافظات انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يومصر بعد الفاصل